إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى صلى الله عليه وسلم دائما في سلسلة أخطاء الصلاة إذا خرج الإنسان إلى المسجد لتأدية صلاة الجماعة وهو نظيف كما قلنا ادعى السنة فمن السنة التي ينبغي أن لا يهجرها تأدية ركعتين تحية المسجد تحية المسجد تصلي ركعتين مقبلا بهما بقلبك على الله الله هي تحية رب المسجد في المسجد أنت تحيي ربك بصلاة ركعتين ثم تجلس بعد ذلك تنتظر الصلاة أنا واحد بجموعة عن المسائل لابد أن نتحدث عنها المغاربة بالزكية كل المواليها أولا إذا دخلت بعد صلاة العصر إلى المسجد أو بعد صلاة الصبح إلى المسجد هل تصلي ركعتين تحية المسجد النافلة خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وأن رسول الله صلى الله عليه يقول أيها أن لا ينبغي للمسلم أن يصلي النوافل بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس قدر رمحين هناك بعض الناس يدخلون إلى المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس هل يجب عليهم أن يؤدوا ركعتين تحية المسجد نحن أدنى في المذهب دينا دي الإمام مالك أو كما يعمل المغاربة إن شاء الله تعالى هذه specifications عارفوها الناس أنه إذا دخلوا إلى المسجد في هذه الأوقات ينبغي أن لا يصلوا تحية المسجد أش scope يديروا يقولوا سبحان الله والحمد لله لا إلهي الله والله أكبر ويجلسوا بعض أبناء إذا دخلوا إلى المسجد في هذه الأوقات وما إذا قالوا أن يصلوا تحية المسجد يديروا آخر الخطأ شائع كيفية يديروا أن يدخل المسجد يديروا الله أكبر ثم يجلسون الله أكبر كتقولها من يدخل في الصلاة مش يمنين مثالا انت غادي تجلس لا يا أخي انتها يدخلت مرة عاصر ولا مرة صلاة الصبح قول بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله الله الله أكبر بسم الله وأجلس جلسة عادية في بيت الله وأشغل نفسك بذكر الله سبحانه عز وجل ومناجاته أو قراءة القرآن أو تعلم العلم أو الإنصاط إلى الموعظة إذا كانت هناك موعظة أو درس أو خطبة إذن هذه مفهومة هذه إن شاء الله تبارك وتعالى هذا خاطئ كي يديروا الناس غير كبر وجلس لا هذا ينبغي إن شاء الله تبارك وتعالى أن لا يفعل أقول لبعض إخواني في نفس المسألة عن تهيئة المسجد هناك من يرى أن المسلم إذا دخل المسجد في أي وقت ينبغي أن يصل للركعتين هذا رأي آخر لك إحنا المغاربة عندنا هذا الرأي من الإحسن أننا إن شاء الله تعالى نعمل به جميعا حتى لا نفتينا بعضنا بعضنا لكم لقاء النص عارفة ما كان المشكل لأن الإمام الشفعي يقول كل نافلة لها سبب أعقله بزيان كل نافلة لها سبب يمكنك أن تقوم بها حتى ولو بعد العصر حتى تغرب الشمس ولو بعد زين صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولذلك فإن دخول العبد إلى المسجد عنده سبب ولذلك هما كيصلوا لك تحية المسجد كيقولك كي يسبب سببه ودخوله المسجد ولذلك فهم يسجدون فهم يصلون ركعتين تحية المسجد إذا دخلوا بعد العصر زين وركعتين الطواف بعد العصر زين وسجود الشكري بعد العصر وركعتين التوبة بعد العصر وركعتين الآذان بعد العصر كل ذلك يفعلون إذن المشكلة مكينش أعنش النسكة توقع في هذه الخلافات الجهل فلو سكت الجاهل لقل الخلاف هي أمور مختلف فيها فقهيا في فرع الفقه ويسعنا ما يسع أمة رسول الله ولكن الأفضل أن نلتزم الجماعة وصل الله على حبيبنا محمد